خلينا نروح لعدد من الأخبار الخفيفة والطريفة والغريبة ركزني جداً على حيطة الغريبة ويكون لها أبعاد أخرى هنبدأ ببعض الناس بيحبوا يكون عندهم مقتنيات ويا حب هذا لو كانت هذه المقتنيات مقتنيات لا تقدر بثمن أو على الأقل مقتنيات غالية وثمينة جوهرة ندرة هي جوهرة ممكن بنشوفها في المحلات الجواهر والمجوهرات لكن الجوهرة دي مختلفة شوية لأنها تقيلة كشفت عنها شركة أحجار كريمة في سريلنكا الجوهرة دي هي حجر ياقوت أزرق بس مش عادي وزنه تقريباً 310 كيلو جرام وبيعتبر أكبر أحجار ياقوت اللي تم العثور عليها حتى اللحظة واو يعني أنا معالش قبل ما أكمل الخبر يا همم السيدات بينبهرنا أعصبص أولاً ياقوت أنا أنت فكر دايماً كان يقول لك إيه 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 دهب يقوت مورجان يعني هو واحد من ثلاث معادن كان بتتقال في مغارة علي بابا دهب يقوت مورجان لا و300 كيلو 310 كيلو 300 كيلو الوزن وزائد اللون نفسه ده بيور ده خيم طالع منظره أنا نفس النظر يا منها أنه هو واحد اللي بيمتلكها مش جهة آه هو بيقول لك طبعا أنه الأصحاب الحجر ده عشان يتأكدوا من معرفة يعني عشان يتأكدوا منه من البيوريتي بتاعته أو من درجة نقائه استعانوا بالهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجاهرات الموجودة في سريلانكا طبعا الهيئة عملت إيه؟ قعدت تعمل بقى مجموعة سلسلة من الاختبارات عشان تحدد الأحجار الكريمة على خمس عينات بتاخدها من الحجر ده وقدمت خطاب مصادقة يعني زي موافقة أو أبروفل للمالكين اللي أعلنوا عن الخبر للإعلام بعد ما تم توثيقه وتسجيله لملاك الحجر قالوا ساعتها أن هم بيخططوا للاستعانة بمثمن محلي أو أجنبي للأحجار الكريمة عشان يحددوا سعره تعرف الميزة في الحجر ده إيه؟ غير طبعا أنه هو نادر ووزنه وشكله ولونه والكلام ده يعني أعتقد صعب قوي يتسرق منهم لأ ما ممكن هيكسروا أكيد يعني أيا بس مين بقى حرامي هيدخل يعد يدقى ده في الحجر لا لا حجر زي ده هيدخل يدقى ده عادي؟ عادي جدا طيب تمن الحجر ده يعني بيقدر بأنه 100 مليون دولار مش عارفة هل ده قيمة مناسبة أو يتجاوز يتجاوز طبعا همام ده يقوت ده من أغلى المعادن في العالم يقوت طبعا وبعدين بص تلاجة النقاة بتاعته شكله وشكله مهم 300 كيلو ودي الشهادة بتاعت يعني ودي الشهادة لسرتيفكت بتاعت الصحة ترجمة نانسي قنقر